اهلا وسهلا بكم في المحاضرة الرابعة من دور التعليم برنامج أكسل المستوى المتقدم في هذه المحاضرة رح نشرح موضوع الفرز والتصفية لو فرضا أعمل في شركة وعندي هذا الجدول اللي هو جدول خاص بالراتب وحبيت أفرز الموظفين حسب الراتب من الأكبر إلى الأصغر طبعا نحدد الجدول مع ترقيم نذهب إلى الصفحة الرئيسية ومن ثم فرز وتصفية ومن ثم نختار فرز مخصص أول خيار اللي هو اسم العمود اللي يريد نفرز بياناته الخيار الثاني اللي هو نوع الفرز الخيار الثالث اللي هو نوع الترتيب طبعا هنا نحن نريد نفرز الراتب فأكيد رح يكون العمود اللي هو الراتب الخيار الآخر اللي هو الفرز رح يكون الفرز القيم وليس لون الخلية ولا لون الخط القيم ومن ثم رح نختار الفرز من الأكبر إلى الأصغر ومن ثم موافق جيد جداً طبعا هنانا عدنا مليون سبعمية وخمسين سبعمية وخمسين خمسمية وهكذا ملاحظة في حال تساوية القيم الرقمية ستكون الأفضلية في الفرز للأحرف الأبجدية للأسماء يعني هنانا مثلاً عدنا نور وزهراء متساويات بالراتب رح تكون الأفضلية للتسلسل الأبجدي طبعا رح نضيف مستوى آخر للفرز حتى يكون الفرز بالأرقام من الأكبر إلى الأصغر وبالأسماء من الألف إلى الياء في حال تساوي القيم طبعا نحدد الجدول طبعا نروح على فرز وتصفية ومن ثم نختار فرز مخصص وطبعا رح نضيف مستوى إضافة مستوى رح نضيف مستوى آخر للفرز يعني رح أول مرة يفرز لنا القيم رقمياً ومن ثم القيم رح يفرز لنا ياها نصياً رح نختار اسم الموظف ومن ثم الفرز أيضاً رح تكون القيم وأيضاً رح يكون من الألف إلى الياء بعدها موافق طبعا هنا رح يفرز لنا الزهراء باعتبار أنه الزاي قبل النون والعين قبل الفاء في حال أنه علي وفالح وطبعاً عندنا سمية وكرار السين قبل الكاف هنا هذا الجدول أصبح مفروض بشكل منطقي وجيد جداً ولكن تبقى مشكلة واحدة اللي هي مشكلة تسلسل الأرقام رح نحلها إن شاء الله في نهاية المحاضرة الموضوع الآخر هو التصفية التصفية المقصود بها تصفية البيانات على أساس محاور معينة يعني مثلاً أنه أنا أريد أصفي هذه البيانات بحيث أعرض الذكور فقط طبعاً أحدد البيانات وأروح على فرز وتصفية ومن ثم أختار تصفية رح تظهر أسهم عند نهاية كل عمود هذه الأسهم نقدر من خلالها نقوم بعملية التصفية لكل عمود يعني مثلاً أنا أريد أعرض الجنس ذكر فقط أروح على هذا الخيار السهم ومن ثم أضغط على هذا الخيار وألغي خيار تحديد الكل ومن ثم أحدد الجنس اللي أنا أريده يظهر رح أختار مثلاً ذكر ذكر موافق وهكذا طبعاً أعرض لي فقط الذكور طبعاً أريد أعرض الذكور المتزوجين فقط أروح على الحالة الاجتماعية ومن ثم ألغي تحديد الكل وأختار متزوج مادياً موافق رح يعرض لي المتزوجين طبعاً لو حبيت أن أعرض الذكور المتزوجين اللي حاصلين على شهادة الماجستير فقط رح أروح على الشهادة وألغي تحديد الكل ومن ثم ماجستير ومن ثم موافق وهكذا رح أوصل للبيانات اللي أنا أريدها من خلال التصفية طبعا رح تواجهني مشكلة أيضا في عملية التصفية هي عدم تسلسل الأرقام عند عملية التصفية يعني مثل ما نلاحظه هنا أنا خمسة وثلاثة الأمور غير متسلسلة وغير منطقية وطبعا هذا الجدول لا يعتبر احترافي لو حبيت أقدمها وطبعة للإداريين طبعا حتى نتراجع عن موضوع التصفية وحتى نلغي عوامل التصفية نرجع إلى فرز وتصفية ومن ثم مسح رح يرجع البرنامج بيانات الجدول إلى حالتها الطبيعية طبعا حتى نعمل تسلسل تلقائي للأرقام بغض النظر عن عمليات الفرز والتصفية نضيف الدالة ساب توتال طبعا نحذف الأرقام دليت طبعا نحدد أول خلية ومن ثم نروح على صيغ ومن ثم نذهب إلى رياضيات ومثلثات وننزل إلى الأسفل نختار الدالة ساب توتال طبعا نأدنا هنا فكش النوم ورفرنس اللي هي المصدر طبعا هنا يقصد هو نوع عملية الدالة المستخدمة في عملية العدل طبعا رح نستخدم الدالة كاونت اي اللي هي خاصة بعد النصوص رح نختار هذه الدالة وطبعا لكل عملية البرنامج مخصص إلها رقم فرح نجي نختار رقم 3 اللي هو الخاصة بالدالة كاونت نام يعني نفهمكم هذه الخطوة لو أجيت هنا أنا طبقت على صفحة طبعا لو أجيت هنا أنا على صفحة واختاريت يساوي طبعا نكبر وطبعا اجيت على ساب توتال ساب توتال اختارها تايب بعدها رح يطلب من أدل برنامج أحدد الفنكشن العملية اللي أنا أريد أتبعها طبعا أنا رح أختار الدالة كاونت اي اللي هي خاصة بيعاد النصوص فرقم الدالة هو 3 فرح أكتب مباشرة بالحق اللي هناك رقم 3 نرجع إلى الدالة نحدد هذه الخلية ونروح على رياضيات ومثلثات وننزل هنانا بالأسفل ونختار الدالة اللي هي ساب توتال هذي الدالة ساب توتال رح أكتب هنا رقم 3 اللي هو اختصار الدالة كاونت اي طبعا في هذه الخلية رح أحدد أول اسم وأضغط شفت وحرف كاف اللي هو النقطين الشارحة ومن ثم أنزل في هذه المنطقة وأحدد أول اسم للخلية اللي هو بيتو مثلا أول اسم اللي هو رح يكون قبل النقطين الشارحة وأضغط أربعة من الكيبورد حتى أثبت المحتوى أو أعرف الدالة منطقيا ومن ثم أوكي طبعا نعيد العملية نكتب هنا رقم 3 ونحدد أول خلية أو أول اسم من الموظفين رح يطيني اسم الخلية ومن ثم نقطين شارحة مرة ثانية اسم الخلية أول اسم أضغط على F4 حتى الاسم يكون منطقي أو يتعرف في الدالة عند استخدام الهاندل بعدين أجي على موافق وبالتالي طبعا نعمل هاندل رح البرنامج يسوينا تكرار تلقائي طبعا نجي نجري عملية الهاندل رح البرنامج يجرينا عملية تسلسل تلقائي حتى وإن استخدمنا الفرز والتصفية يعني لو إجينا هنا مثلا نختارينا فقط متزوج أو فقط أعزل رح يطيني واحد ثمين لو إجينا هنا مثلا نختارينا متزوج شلنا الأعزل رح يطيني تسلسل تلقائي بغض النظر عن عمليات الفرز والتصفية نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى